وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ما زلنا أيها الأحبة في هذا البرنامج المبارك إنه الله جل في علاه واليوم سنلقي بعض الإشارات السريعات على اسم من الأسماء الحسنى ألا وهو اسم الله الواسع اسم الله الواسع هذا الاسم أيها الأحبة ورد في كتاب الله في ثماني آيات في ثماني آيات والعجيب أنها سبعة منها مقترن باسم العليم ومرة واحدة مقترن باسم الحكيم يا ترى لماذا هذا الاقتران سبعة مرات واسم الله الواسع مقترن باسم الله العليم ومرة واحدة الواسع مقترن باسم الله الحكيم هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذا اللقاء بإذن الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال الله سبحانه وتعالى وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ويقول الله سبحانه وتعالى وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ويقول الله سبحانه وتعالى وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وكان الله واسعا حكيما المرة الوحيدة التي اقترن فيها اسم الله الواسع بالحكيم لأن هناك قضايا مهمة جدا يعني الله سبحانه وتعالى حينما قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما حتى الطلاق أيها الأحبة فيه حكمة فيه حكمة نعم كما جاء في بعض الآثار الحديث وإن كان فيه ضعف عند بعض العلماء صحاحوا بعضهم أبغض الحلال عند الله الطلاق لكن الطلاق في بعض الأوقات قد يكون حكمة قد يكون حلا ولذلك كما قلت هي المرة الوحيدة التي اقترن اسم الحكيم بسم الله الواسع الواسع هو الذي وسع علمه جميع المعلومات ووسعت قدرته جميع المقدورات ووسع سمعه جميع المسموعات ووسع رزقه جميع المخلوقات ووسع دينه كل الناس فله مطلق الكمال والجلال والجمال والإحسان في الذات والصفات والأفعال أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى واسع مثل ما قلنا في اسم الله القوي نقول في اسم الله الواسع الله سبحانه وتعالى واسع في ذاته وواسع في صفاته وواسع في أفعاله وواسع في أسمائه وواسع في كلماته كل هذه الأمور الخمسة متعلقة بالله سبحانه جل فعلا قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم فالله سبحانه وتعالى واسع العطاء سبحانه وتعالى يعلم من الذي يستحق الزيادة ممن لا يستحق الزيادة واسع في العطاء عليم بمن يستحق هل يلزم أن كل من تصدق أن الله يعطيه أضعاف مضاعفة من الخلف لا يلزم ذلك لأن بعض الناس يا أخواني إذا أعطي أموالا مضاعفة قد تكون وبالا عليه ولذلك قال الله واسعا عليما واسعا في العطاء لكنه عليم بمن يستحق هذه السعى في العطاء ولذلك أحبتي في الله قد الله سبحانه وتعالى لا يعطي الإنسان خلفا في المال ولكن يعطيه خلفا في الأجر لأن المال قد يكون وبالا على صاحبه هناك حديث قدس عجيب يقول الله سبحانه وتعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك إني أدبر عبادي كيف أشاء إني بهم خبير بصير الله أكبر إني بهم خبير بصير ولذلك الله سبحانه وتعالى حكيم وعليم بمن يستحق المضاعفات الكثيرات وبمن يستحق الإخلاف بالأجور أو أن يخلف الله عليه عافية أو هداية أو تقوى أو سترا أو غير ذلك مما يعطي الله سبحانه جل في علا أحبة في الله معاني الوسع التي جاءت عند المفسرين من تلك المعاني أن الله جواد يسع لما يسأل الله واسع مع مانا واسع فقالوا أن الله سبحانه وتعالى يسع كل من سأله من شيء فإنه يعطيه بمعنى أن خزائن الله واسعة خزائن الله واسعة فالله عز وجل يعطي من غنى يعطي من مال يعطي من خزائن لا تنفد أبدا ومن معاني الوسع أنه يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير فالله وسع الخلق كلهم في تدبيرهم في معاشهم في حياتهم في كل ما يحتاجونه لأنه واسع سبحانه جل في علا وقالوا الله واسع في علمه عليم في سعته الله أكبر كلمة جميلة الله واسع في علمه بمعنى أن علم الله واسع لا نهاية له ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فالله واسع في علمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله واسع في علمه عليم في سعته الله أكبر الله سبحانه وتعالى عليم في سعة خلقه هذا الخلق العلوي والسفلي هذا الخلق وهذه المخلوقات وهذه الكائنات وهذه العجماوات وهذه الحشرات وهذه الطيور هذا الخلق المتسع الله سبحانه وتعالى عليم بكل صغيرة وكبيرة في هذا الخلق لأن الله عز وجل لا يخلق خلقا ويضيعه أبدا سبحانه جل في علمه والواسع قالوا وسعت رحمته الخلق أجمعين ووسع رزقه الخلق أجمعين واسع فقال الله ورحمتي وسعت كل شيء سنتكلم عنها بتفصيل أيضا قالوا والواسع يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون هذا من معاني الواسع أن الله سبحانه وتعالى يوسع الأمر إذا ضاقت تسع المشقة تجلب التيسير وبالتالي يا حبتي في الله فدين الإسلام فيه سعة ما فيه تشديد صلي قائما إن لم تستطع قال فقاعدا إن لم تستطع فعلى جنب ومن معاني الواسع أيضا أنه سبحانه وتعالى لا يحصي أحد الثناء عليه من يستطيع أن يحصي الثناء على الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فهذه المعاني التي مرت معنا أيها الأحبة كلها تدل على معاني الواسع فالله سبحانه وتعالى خزائنه واسعة رحمته واسعة دينه واسع ليس فيه تضيق على الناس الثناء عليه واسع وما أحد يستطيع أن يثني على الله بما هو أهله وبالتالي نحن أمام أمام اسم من الأسماء العجيبة فالله سبحانه وتعالى واسع في ذاته نعود إلى ما بدأنا أيها الأحبة الله واسع في ذاته فما السباوة السبع والأراضين السبع في يد الله إلا كخردل في يد أحدنا هكذا يقول ابن عباس الله واسع فالله عز وجل لا يعرف كنهه أحد ولا يقدر قدره أحد لأن الله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو واسع في ذاته وواسع في صفاته كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى واسعة لها الكمال المطلق في الساعة لا يمكن أن نحجر عليها أو أن نحددها لا 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 رحمة الله واسعة مغفرة الله واسعة رزق الله واسع حلم الله واسع لطف الله واسع حياة الله قيومية الله صمدية الله كل الصفات مشيئته حكمته قدرته كلها واسعة 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 وأفعاله واسعة يرفع ويخفض يرزق ويمنع يحيي ويميت يشفي ويعافي ويبتلي ويمرض هؤلاء يرفعهم هؤلاء يخفضهم هؤلاء يوفقهم هؤلاء يقدر عليهم وهكذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الخلق كله سبحانه جل في علاء فأفعاله واسعة كل الخلق يعتمدون على الخالق سبحانه الملائكة الملائكة الإنس الجن العجماوات البهائم الطيور الحشرات الأسماك الذر البعوض المخلوقات التي نراها والتي لا نراها كل هذه من الذي يتحكم فيها وفي أرزاقها وفي أحوالها وفي حياتها الله الواسع وهو أيضا واسع في أسمائه نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وأسألك بكل اسم منه ولك سميته نفسك سميته في كتابك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الحديث فالشاهد أن أسماء الله واسعة لا يحصيها ولا يعرفها ولا يعلمها إلا الله سبحانه جل في علاه وكذلك الله عز وجل واسع في كلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لن نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إذن الواسع ما يمكن لعقلك أن يحيط علما بهذا المفهوم الواسع فالله سبحانه وتعالى وسع العبادة رزقا وحفظا وبرا وعطاءا ورحمة ومغفرة وحلما ولطفا ومشيئة وإرادة وقدرة وقدرة وحكمة سبحانه واسع واسع في علمه عليم في سعته سبحانه جل في علاه فالله عز وجل أحاط بكل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه إحاطة زمانية وإحاطة مكانية الله سبحانه وتعالى وسع هاتين الإحاطتين الزمان من أوله إلى آخره فإن الله أحاط به والمكان من أوله من فوقه أو من أعلاه إلى باطنه فالله سبحانه وتعالى قد أحاط به الأول والآخر إحاطة زمانية الظاهر والباطن إحاطة مكانية كل هذا قال وهو بكل شيء عليم فعلم الله وسع كل ما رأينا في هذه الآية الزمان والمكان لأن الله واسع عليم أيها الأحبة نكتفي بهذا القدر من هذا الإسم ونكمله إن شاء الله في اللقاء القادم وتذكروا أن الله واسع في علمه عليم في ساعته لا يعزم عنه مقدار ذرة في السماوات ولا في الأرض أسأل الله أن يتقبلنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر